خلوه اياي داعتي اريد احتيويا اريد احتيويا الرئيس الوزراء بما انه انت فتحت باب الجولات على الدوائر الحكومية خلى قولك وين تروح انا خوكر ددليك خلى قولك وين تروح روح دور وراء مدراء التربية بوزارة التربية اسأل شوف شلون شوف هاي المنطقة بها كم مدرسة اهلية وشوف مالة من رح تعرف وين الفساد شوف المعلمين اللي ياخدون دروس خصوصية لانهو ما يعيد يدرس الطالب برا العفو بالمدرسة وياخدوه للبيت على مود يمصون دم اهله شوف شلونه وليش حط قانون حطوا قوانين تمنع حطوا ناس تنفذ ولما نتحاسب الاصماخات هذول الناس الاصغار هم من يومهم رح يخافون بس لما نشوفون احزاب وصماخات واقفة وراهم مدير التربية واقف ورا حزب مدير صحة واقف ورا حزب حرامي واقف ورا حزب مفوض بالشرطة واقف ورا حزب ضابط واقف ورا حزب مهندس واقف ورا حزب طبيب واقف ورا حزب عمي بس إذا أوديك العيادات التجميل ومراكز التجميل اللي هي بالمية مدر مية وكسر ببغداد ما عدهم إجازة ويسوون عمليات تجميل شي شفط شي نفخ شي ما عرف شنو عمي سالفتك شبيرة وإحنا وياك يلا بس تتوكل مو بس أول حدة تدري ليش لأن أنا ملشوم أنا أخاف من هاي الزيارات من المستشفيات ترجمة نانسي قنقر